موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي فضائية العراق التربوية طلبتنا طلبة الصف الأول المتوسط نلتقيكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء للصف الأول المتوسط درسنا سيكون بعنوان الوراثة الفصل السالس أعزائي الطلبة ما هو مفهوم علم الوراثة ما هم العلماء الذين ساهموا في تطور علم الوراثة ما هي نتائج أبحاث الآلم من دل سنتناولها في درسنا لهذا اليوم خلوا الروحان وياكم على الصبورة ونشوف ما هي علم الوراثة أو ما هو علم الوراثة علم الوراثة يحدث عملية انتقال الصفات من الآباء إلى الإبناء ويعرف هذا العلم بعلم الوراثة إذن عملية انتقال للصفات من الآباء إلى الأبناء هو علم الوراثة والألم الذي يدرس انتقال الصفات يعرف باسم علم الوراثة إذن أنا لو أجي أريد أعرف علم الوراثة يعرف بأنه هو أحد فروع علم الأحياء والذي يعمل أو الذي يهتم بدراسة انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء مرأ علم الوراثة بالعديد من المراحل عبر الزمن حتى وصل إلى مرحلة متقدمة التي يمر بها الآن قد ساهم في تطوير هذا الألم العديد من العلماء كان من أبرزهم العالم النمساوي غريغوري يوهان مندل الذي كان لأبحاثه والنتائج التي توصل إليها الدور الأكبر في إرساع ألم الوراثة يضم ألم الوراثة العديد من الفروق مثل ألم الوراثة الجزائية ألم وراثة لحياء الدقيقة وألم وراثة السكان بالإضافة إلى غيرها من الفروق التي يضمها ألم الوراثة ننتقل أعزاء الطلبة إلى تجارب العالم مندل درس مندل طبيعة الوراثة في النباتات وقد اختار نبات البزالية للدراسة عليه ولعدة أسباب إذن ما هي أسباب اختيار مندل لنبات البزالية أولا قصر دورة حياة هذا النبات ثانيا إمكانية زراعته في غروف بيئية متنوعة واحتوائية على العديد من الصفات التي يمكن دراستها اختار مندل سبعة أصناف محددة من نبات البزالية وهي أولا شكل البذرة اختارها ملساء أم مجعدة لون البذرة صفراء أم خضراء شكل القرنة مسطحة أم متعرجة لون القرنة أصفر أو أغضر لون الأزهار أبيض أو أحمر موقع الأزهار طرفية أم أبطية الموقع وطول الساق قصير أم طويل لاحظ مندل أن انتقال هذه الصفات إذن هذه الصفات السبعة الذي درسه مندل الذي درسه العالم مندل لاحظ مندل أن انتقال هذه الصفات بين أجيال نبات البزالية وأجرى أدت تجارب على هذه الصفات لتهجين نباتين متباينين في الصفات الوراثية يمكن تلخيص خطوات تجربة مندل كما يأتي أولا أزال حبوب اللقاح اللي هي الخلايا الذكرية من الزهر ذات اللون الأحمر ونقل حبوب اللقاح نقلها إلى الزهر ذات اللون الأبيض طبعا هنا أخذ مندل زوج واحد من الصفات اللي هي وصفة اللون الأحمر وصفة اللون الأبيض وأجرى أليها التجارب ثانيا نقل حبوب اللقاح من أزية الزهر بيضاء اللون إلى الزهر ذات اللون الأحمر إذن من دل أجرى ما يعرف باسم الإخصاب المتقاطع ما هي عملية الإخصاب المتقاطع؟ الإخصاب المتقاطع من دل اختار نباتيا النباتيا مختلفات بالصفات واحد نبات أحمر الأزار والثاني أبيض الأزار من النبات أحمر الأزار نقل حبة اللقاح من النبات أبيض الأزار نقل كذلك حبة اللقاح أي أجرى عملية تبادل في حبوب اللقاح ما هي الإخصاب المتقاطع؟ اتحاد الخلايا التكاثرية الذكرية والانثوية لنباتين منفصلين يعودان لنفس النوع ثالثا نمت المدقة الملقحة الناتجة من الخطوتين اعلى لتكوين قرنة او لتكون قرنة تحتوي على البذور الناضجة اذا اجرى امرية اقصاب متقاطع ولاحظ النباتات الناتجة من هذه البذور زرع البذور في تربة الى ان تكونت نباتات جديدة اسماها باسم نباتات الجيل الاول اعاد من دل نفس الخطوات على هذه النباتات ودرس التغيرات التي طرأت عليها واسماها نباتات الجيل الثاني اذ كان يظهر في كل مرة صفة لاحد الابوين في احدى النباتات وتختفي في النبات الاخر استنتج من دل ان هناك عوامل داخلية اسماها العوامل الوراثية وهي تكون مسؤولة عن ظهور الصفات المختلفة وهي تعرف بالجينات او المرتات والتي تم اكتشافها بعد تجارب من دل لمدة طويلة لاحظة ازاء الطلبة هذا الشكل الرسم يوضح ان شوان صارت املية الاخصاب المتقاطع او الامرية الاخصاب التي اجراها من دل حيث ان من دل قطع ازدية الازهار طبعا ذات اللون الاحمر ونقلها المن الى ازدية الازهار ذات اللون الابيض وبالعكس اجراه بهذا الشكل من ازهار اللون الابيض الى ازهار اللون الاحمر وهذا سماه باسم الاخصاب المتقاطع ننتقل اعزاء الطلبة الى تعليل مهم وعدة اسئلة مهمة وتعريف الكروموسوم لماذا اعاد من دل تجاربه على نفس النبات لانها تمتلك قد الصفات احنا ذكرنا ببداية الدرس ان الصفات اللي درسة من دل هي عبارة عن سبع صفات موجودة في نبات البزارية كم العزاء الطلبة ما الالاقة بين علم الرياضيات وعلم الوراثة وضح اجابتك بمثال تتبع من دل نبات البزارية وقام بتمثيلها رياضيا وقاس نسبة ظهور الصفات بين الاجيال ومعادلات رياضية ما هي الكروموسومات عزاء الطلبة الكروموسوم هي عبارة عن تراكيب عصوية الشكل في الغالب تحمل المادة الوراثية تتكون من اجزاء اصغر تسمى جينات او المورثات والتي تكون مسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء تتباين الكائنات الحية في عدد الكروموسومات التي تمتلكها كل الكروموسوم طبعا هذا الكروموسوم اعزاء الطلبة هذا الكروموسوم هنا موجود هاي المورثات هذا شريط ديان ايلي موجود داخل الكروموسوم اللي يحمل المورثات الكروموسوم تركيب متطاول بشكل حرف اكس يتكون من ذراعين كل ذراع شو يسمى يسمى باسم الكروماتيد ننتقلوا انا معكم اعزاء الطلبة الى كيفية ارتباط الكروماتيدات ترتبط الكروماتيدات مع بعضها عن طريق تركيب مركزي دائر الشكل يسمى الجزء المركزي تسمى نهاية طرفي كل الكروماتيد بالجسم الطرفي تحتوي كل خرية جسمية في جسم الانسان الى 23 زوج من الكروموسومات لاحظوا ازواج الكروموسومات اللي موجودة لدى الانسان في كل خرية اي 46 كروموسوم كل 23 كروموسوم مفرد كل خرية جنسية تحتوي على 23 كروموسوم اي نصف العدد تتباين الكائنات الحية في عدد الكروموسومات التي تحتويها تمتلك الفراشات التثمية 80 كروموسوم والفيل 56 كروموسوم سؤال هل سيظهر تنوع أكثر في صفات الإنسان الوراثية لو امتلك 500 زوج من الكروموسومات نعم لأن الكروموسوم يحتوي على المادة الوراثية ما هو الجين أو المورث؟ عرفنا أن الكروموسوم مكون من جزئين أساسيين يسمى كل منهما بالكروماتيد الكروماتيد بعد دراسة الكروموسوم تحت المجهر الإلكتروني وجد أن كل الكروماتيد يتكون من خيوط حلزونية ملتفة على نفسها تمثل الحامل والنوى والوراث الديناي توجد على خيوط الديناي أجزاء صغيرة تسمى الجينات أو المورثات يحتوي كل كروموسوم ما يقادل من 60 ألف إلى 100 ألف جين أو مورث ويتكون جين من جزئات أصغر تسمى النيوكريوتيد لكل صفة من الصفات الوراثية للكان الحي زوج من الجينات تكون مسؤولة عن ظهور تلك الصفة من عدمها نتقل أعزاء الطلبة إلى الحامض النووي الوراثي الديناي إذن إحنا أخذنا الكروموسوم قلنا الكروموسوم هو تركيب خيطي أو أصوي هذا الكروموسوم الخيطي أو الأصوي يتكون من حامض نووي ديناي وهذا الحامض النووي الديناي موجود داخل الكروماتيد وهو رح يمطينه مورثات أو جينات أدد المورثات من ستين ألف إلى مئة ألف مورث ما هو الديناي؟ الديناي الأحماض النووية هي عبارة عن مركبات كيميائية توجد داخل أنوية الكائنات الحية من الأمثلة عليه الحامض النووي الوراثي الديناي الذي يعد من المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة وتنوعها على سطح الأرض ديناي سلسلة طويلة من النيوكريوتيدات تكون ملتفة على نفسها بشكل يشبه الحلزون المزدوج وترتبط هاتان السلسلتان مع بعضهما بعضا بواسطة أواصر كيميائية كل نيوكريوتيد يتكون من ثلاث مكونات أساسية جزئ السكر مجموعة فوسفاتية مركبات نايتروجينية تسمى القواعد النايتروجينية والتي تكون على أربعة عنوان ما الألاقة بين الكروموسومات والديناي؟ الكروموسوم يتكون من الكروماتيد كل كروماتيد يتكون من خيوط حلزونية تسمى باسم الحامض النووي الديناي ننتقل أعزائي أو طلبة إلى الصفات الوراثية أعتقد العلماء أن الصفات الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق الدم ما التفسير العلمي الذي قدمه علم الوراثة لانتقال الصفات الوراثية؟ علم الوراثة أعزائي الطلبة انتقل من أملية انتقال أو المبدأ القائل إلى أنه انتقال الصفات الوراثية يجرى عبر الدم إلى مبدأ الكروموسومات وانتقال الصفات عبر الكروموسومات لماذا؟ لأن الكروموسومات هي التي تحمل الحامض النووي الديناي وهذا الديناي هو الذي سيكون المورث أو الجيل إذن نجي هنا جسم الإنسان يتكون من الكروموسومات وهي التي تحتوي على المادة الوراثية لذلك يكون هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية لماذا تتباين الكائنات الحية في عدد الكروموسومات التي تمتلكها؟ لأنها تختلف في الصفات سؤال مما يتكون الكروموسوم؟ يتكون من ذراعين كل ذراع منها يسمى كروماتيد ما المقصول بالجين؟ أجزاء صغيرة توجد على خيوط ديناي يتكون الجين من جزيئات أصغر تسمى النيوكريواتيدات هل توجد علاقة بين حجم الكان الحي وعدد الكروموسومات في الجسم؟ لا توجد علاقة بينهما مثل الفراشة التي تحتوي على التثمية وثمانين كروموسوم بينما الفيل يحتوي على ستة وخمسين كروموسوم أعزائي طلبت الصف الأول المتوسط إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أمنياتي لكم بحسن المتابعة إلى اللقاء في درس جديد من دروس مهدد الأحيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر